وفكروا بالموت بشكل دائم أختنا الفاضلة التي اتصطنا الأردن أقول لك أياتها الأخت الكريمة ذكر الموت علامة من علامات حياة القلب ذكر الموت علامة من علامات حياة القلب بل أنت مأمورة بالإكثار من ذكر الموت قال صلى الله عليه وآله وسلم أكثروا ذكر هادم اللذات أكثروا فرأى رسول الله أمرنا أن نكثر من ذكره فما ذكر الموت في قليل إلا كثره وما ذكر الموت في كثير إلا قلله يعني إذا كنت عيش في ساعة وفي نعيم ووى وإلى خير وتذكرت الموت قلل الموت هذه الكثرة وعلنت أنني بعد مدة زمنية وإن طالت سأرحل إلى قبر ضيق وهكذا فأنت مأمورة بالإكثار من ذكر الموت لكن أخشى ما أخشاه أن يصل حد ذكر الموت كما أرى الحال عند أختنا الفاضلة السائلة أن يصل حد الإكثار من ذكر الموت إلى حال الألم النفسي والاضطراب والتوقف عن العمل وتعكير صف الحياة لا هذا لا يجوز هذا لا يجوز حينئذ أذكر أختنا الفاضلة بالآتي أولا أن تقرأ بواب الرجاء وأن تسمع أشرطة كثيرة في باب الرجاء أن تستمع إلى أشرطة كثيرة في باب الرجاء في باب ساعة رحمة الله أو أن تقرأ هذا الباب في كتاب الرياض الصالحين أو في أي كتاب من كتب علمائنا لأن العبد يا أختاه يجب أن يطير إلى الله تبارك وتعالى وإلى مقام ربه سبحانه وتعالى بين جناحي الخوف والرجاء بين جناحي الخوف والرجاء إذا غلب عليك الخوف فإقرأي في جانب الرجاء واستمع إلى الأشرطة التي تذكرك برحمة رب الأرض والسماء وإذا غلب عليك جانب الرجاء إلى حد ترك العمل أو إلى حد التكاسل عن العمل فإقرأي في جانب الخوف وأكثر من ذكر الخوف وهكذا يسير العبد إلى الله جل وعلا بين هذين الجناحين وبين هذين المقامين مقام الخوف ومقام الرجاء فأنا أقول لأختنا الفاضلة أكثر من ذكر قراءتك في باب الرجاء واستمع إلى أشرطة التوبة وإلى أشرطة الرجاء وأشرطة رحمة الله وفضل الله سبحانه وتعالى لإخواننا وعلمائنا ودعاتنا ومشايخنا وأكثر من الدعاء أكثر من الدعاء لا تغفلي عن الدعاء ثم أنصحك بالرقية الشرعية أنصحك بالرقية الشرعية لما ذكرتين من الأحلام المزعجة والكوابيس إلى غير ذلك داومي على الرقية الشرعية كل ليلة قربي كفيك هكذا وأنت متوضئة وأنت على فراش نومك وانفثي في كفيكي وقرأي صورة الفاتحة وآية الكرسي وآخر صورة البقرة وقل هو الله أحد وقل أعوذ رب الفلق قل أعوذ رب الناس وامسحي على رأسك وعلى جسدك فعل ذلك ثلاث مرات كل ليلة بفضل الله تبارك وتعالى وأكثر من الذكر يا أختاه أكثر من الذكر ومن الاستغفار ثم اعملي صالحا على قدر ما تستطيعين وأعلمي أنه صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث عائشة من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قالت عائشة يا رسول الله أكرهية الموت فكلنا يكره الموت قال ليس ذلك يا عائشة ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بصخط الله وعذابه كره لقاء الله فكره الله لقاءه أحب الله لقاءه أحب الله لقاءه